اشتركوا في القناة 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 اه من ضمن المشاكل لكن الهاب جال كان موافق وكانت الأمور تمامة وكانت الأمور منتهية يعني من يرفض منتخب مصر يعني الهاب جال يعتذر على منتخب مصر يعني اذا انت خيل يعني ده حلم هو نفسه يعني ما كانش يحلم ان يرشح لهذا المكان اما وانه رشح ليه فلما تجيه الفرصة هو يعتذر ده لو كان هيدفع عليها فلوس كان هاي قبل يعني لو كان هو هيدفع الشرط الجزائي بتاع نادر مصري اللي بيقوله حوالي 3 مليون جنيه كممكن يدفعش ان يدمر تدريبك لمنتخب مصري ده يخلي السيفي بتاعك يعني نار يعني انت مدير فن لمنتخب مصري ونهاردة اعتذر لما عرف بقى اكيد انه مش جاي مسلا انا بقول لك ما اعتذرش اخبار نزلت في كل حالة ماشي اوكي خلي لها اخبار في النهاية المهم ايهاب جلال تم التبعاد وهو تولى المهمة كابتحسان البدري ويمكن انا كان لنا لقاءة سابقة قبل كده واكدت لك ان كابتحسان البدري هو يعني يعني الافضل من بين المرشحين ما احترامنا لكل ناس اللي موجودين تتفق او تختلف مع حسان البدري هو الشخصية القادرة على قاتل منتخب في هذه المرحلة يعني اختيار صدف اهلونا تمنى ليه التوفيق يعني هو دي وقت بيقود منتخب مطر فطبيعي ان كل الناس تكون يعني سابورت ريو تكون خلفه لاني في النهاية ما ينفعش انحد يحارب مدير فان منتخب مطر او حد ينتقد مدير فان منتخب مطر او حد يقف ضده او يعني نقف في منطقة الخلاف نتجاوز منطقة الخلافات اللي احنا موجودين فيها نتجاوز منطقة الاختيار اللي طوالت جدا وده نتيجة لقلة خبرات اعضاء اللجنة الاختيارية بين كامل وعدم قدرتهم على حسم الامور وعدم وضوح الرؤية امامهم وكان مفترض ان هم يعني زي ما قالوا كان مفترض يشكلوا بدل ما استشاروا الناس كان ممكن يشكلوا لجنة من كبار خبراء الكرة المصرية كان ممكن يكون كمان ضمنها كابتن حسن شحات طبع والعايزين ان اكد عني كابتن حسن شحاته اكبر هو اعلى من ان يوضع في مقارنة مع اي مدرب في مطر كابتن حسن شحاته الرمز تدريبي في مصر والوطن العرب وافريق كابتن حسن شحاته حقق ما لم يحقيقه اي مدير فني اخر عبر التانيخ في الكرة المطرية والكرة الافريقية فبالتالي الراجل خليه في منطقة الواحدة بعيد يعني بشي في كل احوالي استاذ قصي برضو منطقيا يعني ما طبيعي ان انت رم تيجي تفكر في جهاز فني منطقة مصر او مدير فني منطقة مصر وزي ما حالك قلت اسمي كبير جدا اي حد يتمنى ان هو يتولى مسئولي يعني عادي انا مش شافيني فيها مشكلة ان الكابتن حسن شحاته لا لا ما فيه ما تروح من دين الاسماء اللي تعرض لا لا ما فيهش مشكلة ما فيهش مشكلة خالص لكن ما يتحطش مع الاعتراف بكمته الكبيرة بس مع الاعتراف بكمته الكبيرة انا كان من وجهة نظري ان لما يجي حد زي كابتن حسن البدري عنده طموح ان يفعل شي الطموح انك تحقق شي ده مهم جدا الطموح ان يكون عندك رغبة لعمل تاريخ لنفسك والبلدك ده مهم جدا خصوصا انك انت وخصوصا انك انت كمدرب لك خبرات مهمة جدا يعني خبرات الكابتن حسن البدري تفوق خبرات الكابتن اهب جلال من واقع الانجازات والارقاب لما تلاقي ده محقق عشر القاب اهب جل ولا رقب اهب جلال موسيقى اهب جلال اهب جلال حتى في تجرورته السودانية فاس بالدوري السوداني مع المريخ ففيه يعني رجل مر وعاش وعاش تحت ضغوط وعاش تحت جامعية عشر القابتن اهرب جلال ما امسكش فريق بمكاومات النادي الاهلي عشان البتورات دي ما بمسك فريق الزمالك يعني لان الحال لا عادي جدا ربما ما تحتمش الفرصة يعني طبعا اي حد بيمسك النادي اهلي الاهلي بيعلس فيه بتاعه. والاهلي بيساعده ان يحقق بطولته بيحقق انجازات. يعني اعتقد لو الكابت محسن بدري كمسك الداخلية او كمسك بطوليش ما كان شادر ياخد بها الدور. زي النادي الاهلي يعني. واخد بالك. لكن يكون ان هو عاش هذه الظروف عاش هذه المرحلة. مر بضغوطات كبيرة جدا. عاش تحت ضغوط جماهيرية. انتقد وهجم. وعاش تجارب كتير جدا. وعاش تجارب نصر وتجارب. يعني منتخب موجودين في الاهلي مثلا. في اوقات كتيرة جدا. فالاهلي اشبه بمنتخب يعني. وزي مالك بنفس حكاة بيقود دولة بيتعرض لضغوط كبيرة. يقدر يقود كبيرة جدا. بالعكس ان ممكن ضغوط الجمالية في المنتخب تكون اقل من الضغوط على مستوى الاندية. فعمل نتمنى له التوفيق. ونتمنى اللجنة الخمسية التوفيق. وان يكون في حسنه في قراراتها. وان مساءات الخلافات اللي موجودة تنتهي. وان الخلافات موجودة. طبعا موجودة. تتمثل في أمور أخرى بخلاف ملف المدير الفني اللي خلص خلاص. اعتقد ان الملف المدير الفني ده سيترك ظلال كثيرة خلال مرحلة المقبلة. ما بينهم فيه كثير من اتخاذ القرارات. طبعا نحن ما كنا نتمنى هذا. يعني مفترض ان اللجنة دي جاية لجنة بالتوافق ولجنة بالتوافقية. وجاية في مرحلة لها ظروفها الخاصة. ومرحلة مؤقتة لمدة سنة. وحتى انتهى مهمتها. حتى مش يخش انتخاذك. أنا ممكن نقول بيتصرع الانتخاذ. لا انتوا جايين تشغلوا عشان مصرحة الكورة المصرية. لكن هناك انقسامات كبيرة جدا. تجعلنا نشعر بالقلق. على السلطة الحاكمة في الجبلية. نتمنى ان الملف ده يغلق والخلافات تنتى. لان الهدف العامة سلحة الكورة المصرية ومسلحة منتخب مصري. في المرحلة المقبلية. ده الشيء الاهم في الحقيقة. وان شاء الله نتمنى كل التوفيق لكابتن حسام البدري. جهاز المعاون. احنا قلنا المعلومات اللي عندنا. الى قارب. انه ممكن يكون كابتن سيد معاون. موجود كابتن طارق مصطفى. موجود كابتن طارق سلمان. وكابتن احمد حسن كمدير للمنتخب. ورد ان يحصل تغيرات. شيء طبيعي. لكن هم يقول لحد هذه اللحظة. عماد متعب البعض بيسأل. عماد متعب المتعب مش هيبقى موجود. اطلاقا في هذا الجهاز. عماد متعب كان موجود لو اهب جلال هو اللي تولى المصور. فضل. ده طبعا كلام مهم. طبعا يعني ضيق المسافة ما بين القرار الاختيار والوقت اللي احنا فيه دلوقتي. والمفاجأة. اختيار كابتن حسن بدري كان مفاجأة للناس كلها مرة واحدة. يعني لم يتح فرصة لحد ان يفكر في بدائل. يعني حتى تلاقي كابتن حسن بدري. الآن ما زال في مرحلة التشاور. ليه اختيار الجهاز الفني او الجهاز المعاون ليه. لما حدك بتتكلم او انا بتتكلم. احنا بتتكلم تبقى للمعلومات اللي احنا عارفنا عن كابتن حسن. وتبقى للاطرخات اللي قبل كده. يعني هو نفسه ترحى عندما كان اسمه يعني معروضا بقوة لتولي مهمة المدير الفني للمنتخب مصر. يعني كان بيتكلم في كابتن احمد ايوب. كان بيتكلم في كابتن طريق سليمان. كان بيتكلم في كابتن سيد معاود. دلوقتي بدانا نسمع اسماء جديدة واسماء مختلفة. يعني قالك ممكن. كابتن طريق مصطفى. كابتن طريق مصطفى. يعني عايزين طبعا كده ما انت حتخش في مرحلة اعمل توازنات اهلوية وزمالكاوي. يعني البعض بقولك ان لازم يكون فيه مدرر بعام زمالكاوي ضمن هذا الجهاز. اللي تقريبا كله بينتمي تقريبا للناد الاهلي او كله من ولاد الناد الاهلي. انا شاف ان ده غلط. شاف ان لازم يكون فيه من هنا ومن هنا. لا 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 ما فيه ما فيش حاجة اسماء توازنات بين اهل وزمالك. ده كلام مرفوض. هذا الكلام ليس لمصرحة منتخبات ولاس لمصرحة الكورة المصرية. انت شاف ان يترك الحرية بشكل كامل لمدير فان يختار العودة. بزبط يعني يترك الحرية بشكل كامل. وان كان يعني انت شاف ان يبقى فيه نوع من التفاوض. وهو يختار كمان العنصر. لو هو عايز يختار العنصر يختار العنصر. مفيش مشكلة. ده ما في بداية اقناعك يا تقنعني. لكن فكرة. لو انت طلعت باللي انت اقولهك. لكن فكرة ان انا اجيب مدرب اهلاء ومدرب زمالكاوي. وده يبقى اجبال وده يبقى موجود. فالكلام ده اعتقد. مش احترافه. مش احترافه. مش منطقي يعني اوروبا. وهو في العالم كله. نحن طبعا نتمنى ان المدرب اللي يجيب معهم جهاز فني قوي. جهاز فني يستطيع ان يكون عاونة له في الازمات. وفي الموقف الصعبة وفي الضغوط. زي ما قلنا واتفقنا. انه لما يكونوا فيه ثلاثة او اربعة بيبصوا على الملعب خيرا من واحد. اي ان كان هذا الواحد. فلما يكون خلفك رجال اقوياء فانت تبقى قوي جدا. ودائما القوي بيجيب الاقوياء معاه. دائما الواهوب بيجيب المواهوبين معاه دائما. الاقل هو اللي بيخاف ان حد قوي يجي معاه. انت راجل الوثق من نفسك ووثق من قدرتك. فاعتقد ان كنت تستطيع ان تأتي بمدرب عام. اي ان كان هذا المدرب. سيكون فيه بينكم نوع من التشاور ونوع من التفاهم ونوع من القبول يعني. والهدف في النهاية مصلحة من التقاملات. لكن فكرة ان انا اجيب واحد اهلاوي مع واحد زملكاوي وماشي عملية بالتبادل. اعتقد ان الكلام ده مش مرفوض. وكلام مش هيخدم مصلحتنا بشكل عام يعني. انت مش بتدرب. اللي بيدرب ناد الزمالك بيجيب جهاز زملكاوي. اللي بيدرب ناد الاهلي يجيب جهاز اهلاوي. عادي. ما فيش مشكلة خلال. لكن حكاتي ان عمل التشكيلة اعتقد ان ده صعبة جدا. نتمنى لهم التوفير ونتمنى يكون الاختيار مهم جدا. وكذلك زي ما قلت طبعا كابتل عمد المدأب كان مطروح بقوة نبقى مدير المنتخب في مرحلة المقبلة. كلنا يعلم الخلاف بين الاسنين. واعتقدش انهم ممكن يكون فيه مساحة عامل بينهم في المرحلة المقبلة. يمكن بنسمع اطروحات عن اسم محمد بركات بيطرح نجم الكبير المحترم وهو نجم له كارزمة خاصة. بركات الاتجاهات اخرى او اعلن عنها. بالضبط يعني حتى ما احنا بنقول اسماء مطروحة. كابتل عمد حسن من الناس لأسماء مطروحة بقوة. نتمنى ان الجهاز المعاوني يكون جهاز جيد وجهاز منظم وجهاز يعني يكون على تفاهم مع المدير الفني. احنا برضو مش عايزين جهاز يكون فيه خلافات مع المدير الفني. لان ده زي ما قلنا لن يفيد المنتخب في الشيء. فان شاء الله تحسن واكيد تحسن بالشكل اللي اخي يعني. السؤال هنا. كابتل حسن بدري نجح مع النادي الاهلي. او طبعا نجح. فشل مع المنتخب الاليمبي. بالتالي هل نقدر نستشف مسلا او نتوقع مدى نجاح كابتل حسن بدري مع المنتخب الاول؟ توقعك ايه؟ لما نجح مع النادي الاهلي نجح النادي الاهلي منظومة بتنجح ايه حد طبعا يعني متفقين على هذا الكلام يعني. ناس في بعض المدربين بيجوا ما منجحوك. اه لا يعني يعني بالنسبة كبيرة جدا يعني بالنسبة الاكبر يعني الليلة الاهلي بيوفر لك بتاع. لو فشلت تبقى انت يعني خلاص بقى ما فيكش فايدة يعني. لان الاهلي بيفر لك اجواء مهمة جدا وبيفر لك نظام عمل. يبقى الفشل لعندك انت يعني. اه اه يبقى الفشل لعندك. كابتل حسن عمل تجربة مهمة جدا مع النادي الاهلي. وهو يعني تتلمز على يد البرتغالي منويل شزير. اشتغل معاه كل فترات اللي كان موجود فيها بداية من مدير الكرة للمدرب المدرب العام. الا ان بعد ان ترك المهمة يعني كان فيه فاصل جي مدربه وبعد كده تولى كابتل حسن عمل بدر المهمة. يعني هو حقق. كان فاصل يومين ثلاثة. يعني كان فاصل سريع يعني. انجاد انجيه وتم لجاية التعاقل. ده التحية. وتولى كابتل حسن عمل بدر وكان يعني طبعا كان يعني كان كابتل حسن عمل بدر ينتظر هذه الفرصة يعني بفرغ الصبر. كان نفسه في يوم من الايام. يتولى مهمة الرجل الاول في النادي الاهلي. والحقيقة هو الرجل عنده طموح كبير جدا وعنده شخصية وعنده قدرية وقدر يحق اداء وقدر يحق بطولات مع النادي الاهلي. وتحقق له الطموح الاكبر ان هو يمسك منتخب مصر. انا شافت تجربة مع المنتخب الالومبي بالرغم كان فيها فشل كبير. مش عايزين نقيص عليها القادم. لان الامور هتكون مختلفة ومع المنتخب الاول. القماشة كبيرة جدا والمساحة كبيرة جدا والطموح كبيرة جدا. واعتقد ان هو عنده طموح كبير جدا ويقدر يحق. وانا شخصية متفائل لي مع المنتخب ان هو يقدر يحق حاجة كويسة. طيب انا عايز ارجع بقى للناحية الادارية شوية. بالتحديد في اختيار المدير الفني. تمام؟ هذا التخبط حضرارك شايفه اللي حصل في تحديد الكورة ده. بتشوفه ازاي وبتقيمه ازاي. اسبابه ايه؟ ان انت قعدت فترة طويلة قوي عشان تختار مدرد. ما بقولك يعني ده نتيجة نقص خبرات. نتيجة عدم وجود انسجام داخل اللجنة. نتيجة ان كل ان فيه يعني هما خمسة. فالخمسة يعني بالرغم ان المساحة محدودة وان كل اتفاقهم سهل جدا. اكتر ما يكونوا 12 ولا 13 ولا اي رقم. لكن كان فيه واحد عايز كده وواحد عايز كده وواحد عايز كده. فكل كان فيه اكتر من حد ليه اكتر من اتجاه. عدم التجانس والتوافق بينهم في هذا الامر هو اللي تسبب في الموضوع ده. وكان كل واحد ليه دوافعه ليه اهداف. يعني انا ما اعتقدش ان واحد كان بيدور على مصلحة شخصية. او عايز يخدم على مصلحة حد. او عايز يجامل حد يعني. كان الهدف ان انا عايز اجيب مثلا فيه حد كان متبني. هاب جلال فكر شابه جديد ومختلف. وبيلقى قبول من الناس كلها. في حد كان متبني كابتن حسن شحاته تاريخ وانجازاته سيفيدة جدا. وهو الحق بالعودة للمنتخب اللي حد كان بيتبنى كابتن حسن بدري. ده هو العمل انهم من الخلافات والتخبطات. اللي ما كناش نتبنى ان احنا نعرفها. لكن اللي انا شايفه هم يعني ما هدومش كنترول على نفسهم. يعني تشعر انهم مفتوحين جدا ومنكشفين جدا. يعني متعريين قدام الاعلام. يعني اي حاجة بتحصل بتبقى واضحة وزارة. دي سالبية كبيرة. بشكل كبير جدا. طبعا دي سالبية كبيرة جدا. ولا تساعد على النجاح على الاطلاق. يعني المفروض يبقى فيه سيطرة من القائد اللجنة او القائد المجموع. وكون فيه اتفاق بين الجميع. على ان ما يحدث في الغرف المقلقة لا يخرج بالخلق. صحيح من ده من الصعب جدا دلوقتي في ظل وسائل الاعلام. او الثورة في وسائل الاعلام. وفي السوشيال ميديا والكلام والأثار الكتير بتتسرب. لكن يعني المفروض يبقى فيه برضو نوع من الانضباط افضل من هذا بكثير. لان الصمت الكثيرة ممكن يؤدي للنجاح. ممكن يعالج سلبيات. ممكن تبقى فيه خلافات داخل المجموعة اللي بتدير. لكن عدم وصولها الوسائل الاعلام بالشكل الكافي. يساعد على لم الأمور ولم الشمل. لكن وصول حاجات كثيرة جدا لوسائل الاعلام. وكلام كثير جدا عن القسامات. وكلام كثير جدا عن الخلافات. ده بيعمق الخلافات. واعتقد انه يعني بيسيب شرخ كبير جدا. يصعب. واجرح يصعب التاموين. هو الخوف ان التخاطب ده يطول بعض القرارات الاخرى. يعني مثلا زي موضوع تقنية الفار. ما كانوا قالوا انه حيبقى فيه تقنية فار. يعني ممكن برضو الموضوع يتلغي مع الوقت. او ياخد وقت كتير فبالتالي ما يبقاش موجود يعني. ده مع معزلات اللي يدخول في موضوع اخر. لكن عملية تقنية الفار ده مسألة ليست سهلة على الاطلاق. مسألة محتاجة. انا اتكلم على التقنية نفسها. انا اتكلم على الطريقة الادارية. لا لا الطريقة طبعا الطريقة طبعا. المفروض بهم اخده قراره. وبتعلك ان القرار ده عشان يطبق محتاج وقت. ده ما فيش شك في هذا الامر. محتاج وقت كافي يعني. يعني ممكن تحتاج مثلا 3-4 شهر على ما تبدأ تدرب وتجاهز وتعمل. ومحتاج كاميرات ومحتاج امكانيات ومحتاج فروس. محتاج امكانيات كبيرة جدا يعني. لكن نتمنى ان كل كل كلام اللي يخدوه يلتجموا بي. الموضوع على تقنية الفر النهاردة تم كمان اعتماد تشكيل لجنة الحكام. وده شيء مهم اوي. لان دول في ايدهم دلوقتي كل حاجة. لجنة الحكام كان يقول اسمال اوي. كابتن جمال غندور طبعا رئيس اللجنة. ياسر عبدالرقوف عضو. محمد فاروق كذلك. وتامر دوري. يعني الجيل ده مفروض او الناس الموجودة حاليا دي. المفروض هي اللي تنكز التحكيم المصري. لان التحكيم المصري زي ما احنا عارفين. حالته سيئة جدا. هل شايف ان الكوادر الموجودة دي قادر على حل أزمة الحكام المصريين؟ يعني بسا ما اتكلم على حد بحاجة من كابتن جمال الغندور. حد طبعا معروف قيمته الكبيرة جدا. معروف فكره. نتمنى ليه النجاح. ولعل اهم قرار اختخذوه هو عدم احضار حكام اجنب الدولة المصري على الاطراق. لكن بحاجة لما تاخد عجل القرار. لابد انك تكون مجهز للحكم المصري الجيد والحكم المصري كبير. السنوات الاخيرة. يمكن احنا من سنوات ماضية كانت الحكام المصريين عندهم ثقة كبيرة في نفسهم. كان عندنا مستوى تحكيمهم متميز. يمكن اخر سنتين مثلا وخصوصا الموسم الماضي. يعني ثقة الحكام في نفسهم اهتزت. لعدم الاعتماد على اليوم والاعتماد على الجانب بالدرجة كبيرة جدا. والتشكيك فيهم. وعدم توفير حماية كافية اليوم. انا ما اعتقدش ان الكابتن جمال الغندور والاسماء طبعا اللي مختارها. كابتن ناسل عبد الرقوف. كابتن فاروق. كابتن دوري. دي قموات تحكمية كبيرة جدا. واسمها كبيرة جدا. وهو اللي اختارهم. هم اختاروه وترى كل الفرصة ان هو يختار اللجنة بتاعته. وده مهم جدا لانه مختار مجموعة تقدر تعمل معه وتحقق له اهدافه اللي هو محتاجة. جمال الغندور ولجنة الحكام لن ينجحوا على اطلاق ما لم يكن خلفهم اتحاد كرة قوي. ولن يكون لدينا اتحاد كرة قوي من غير لوائح قوية جدا. يعني توقعوا قباط صارمة. على كل المخالفات اللي بتحصل وتوفر حمال التحكيم. ويكون هذا التحكيم مقدس مثل القاضي في المحكمة. لكن ما منفعش ان بعد ماتش يطلع حد يهجمه. ما منفعش يطلع حد يسخر منه. ما منفعش حد يطلع يشتمه. ما منفعش اللاعب يعمل معه موقف في الملعب وتكون عقوبة ضعيفة أو عقوبة متوضعة. ما منفعش ان العقوبات تبقى عقوبات مالية. لازم تكون عقوبات بالإيقاف والمنع. ما منفعش الجمهور يشتمهم. كم ده محظور وممنوع تماماً. كل ده هيخلى الحكم يبقى ثقة في نفس الانتقال. لما تبقى نازل وعارف ان ما حد الشي يدر يبصلك. وما حد الشي يدر يشتمه. نازل مش ألآن يعني. نازل متطم. زي ما منشوف في دورات أوروب. أمرك شوفت حد يقدر يبص الحكم. أمرك شوفت جمهور موجود في الدورة الإنجليز والفرنساوي. قاعد يشتم في الحكم. كم ده مش موجود. بتبقى صفافير بس بيعطرده بس الطريقة. حتى اعتردت ممكن تعتقد بشكل شيك. وده بتبقى حاجات قليلة جداً يعني. بنشوفنا حتى في الدورة. ربطة أوروبا الحكم ممكن بيحتسب هدفه وبيلغيه. يعني حاجات كثيرة بتحصل. ومحدش بيعمل أي حاجة. والناس بتلتزم وتنضبط. لأن أي حد عارف انه لو خرج على النص وعمل أي رد فعلا تطيط على رقاب. لكن احنا هنا بنشوف أنا ياسف في التعبير اللي أنا هقوله. يعني اللعبة بلتجية بعض الأحيان. لأنه حاسس إن ما فيش عقوبة رادعة هتقدر تدمر مشتقبله الكاراو. أنا عايزك تبقى منضبط. عايزك تبقى ملتزم. بس يعني خليه تحفظ على كلمة بلتجية. أنا بقولك فيه لعيبة. في الحقيقة يعني أكيد لعبين موقع. أنا بقولك أنا 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 ياسف. أنا 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 ياسف بقولك أن أنا بقول لفظ كده. لكن فيه لعبة تشعر للعب في توة في شارع مش مش بتاع بيتخاني وبتاع ويعترضوا حيز يوصل الحكم يعني أنا المشاهد دي كلنا عارفين وانشافينها في الدور المصر. وفي ياما لعيبة جرت وراء حكام وضربتها وياما حكام يعني ضربت بشاريت والضربت بإلم ولا حصل لها أي حاجة. ورجعت لعب كرة تاني. ده فأفريقيا بشكل عام. الدور المصري. لا حصل في الدور المصر. امتى. وبيحصل في الدور الدراج التانية. وحصل في الدور المتازل في بعض الآوات بتحصل. إنتما بتشوف يعني على الأقل طريقة الاعتراض على الحكام المطريين من العديد من اللعيب المطريين طريقة سيئة جدا. التشويح مهين بالنسبة لهم. اللايحة القوية هي اللي حتمل على الكلام. ده اللي أنا أصده يعني أن يكون عندك لائحة قوية الرادعة تستطيع أن توقف كل هذه. يعني اللعيب ما قدرش ياخد أي إجراء أو أي موقف ضد الحكام. دي الفك. فنجاح الحكام ونجاح كافة الجمال الغندور بلجنته الجديدة المحترمة. أعتقد ده لابد أن ينبع أساسا من اتحاد الكور. وبالتالي يكون علينا هو الدور أن يقدم لنا وجوه جديد للحكيم. يقدم لنا ناتف محترمة. يأهل الحكام بدنيا وفنيا بشكل منظم. تكون هناك عدالة في توزيع الموالات. ما يكونش ناتف مجمالات. ولا ده عايش يودي ابنه. ده عايش يودي ابن أخوه. ده عايش يودي ابن خالته. وده عايش يبقى حكم. كم ده يبقى مرفوض. يكون عندنا الحكم المحترف. متى نصل إلى الحكم المحترف. اللي تكون شغلته السفارة بحكم بس. يكون متفرغ للتحكمين. ده الأهم طبعا. مش واحد بيشتغل الصبح ويجرى عشان ياخد المطشي بعد الضغط. ويكون فيه اهتمام بالحكام وفيه خلفهم. يعني قوة أخرى بتشتغل علشان توفر لهم الراعة. يعني لما بيكون فيه مطشي في أسوان تلاقي الحكم بالروح يحجز لنفسه. ويتمرمت ويسافر في القطر. وممكن يروح يوم المباراة يعني ممكن يوصل قبل المباراة بساعتين ويحكم ماتش. وممكن يروح ناك ماليش حاجزيه في فندق وحاجات زيك. يعني حاجات كتيرة جدا. مشكل كتير بتواجههم. مهاجز كتير جدا. حل كل ده في المنظومة وزبط منظومتك. هيكون عندك تحكيم جيد وتحكيم منتظم. وده هينجح المسابقة لأن التحكيم هو واحد من أهم العناصر اللي بتساعد في النجاح. طيب عايز طبعا نروح لملف السوبر. ده الأهم بعد اللقاء دي. موضوع المدير الفاني المتخم مصر خليصنا منه. هكبته عسان بدل. هينجح لاش هينجح؟ هينجح إن شاء الله. بإذن الله يا رب ينجح بإذن الله. لكن فيما يتعلق بقى بالنادي الأهلي المباراة السوبر غدا. عايز بس أخذ تفاعلات الجماهير على صفحات قناة الأهلي المختلفة. أبتدي بتويتر وتوقعاتهم للمباراة. فاطمة قالت إن شاء الله الأهلي حيفوز اتنين سفر. زينة بالسيد قالت ستة واحد. لا صعب زينة بشوية. أكيد نتمنى. لكن الموضوع سيبقى صعب إنه لزماءك نادي كبير وفرقة قوية طبعا. البعض كمان وليد رحال قال اتنين سفر للأهلي. حمد المصري قال تلاتة واحد للأهلي إن شاء الله يا رب بإذن الله. محمد رضا قال اتنين سفر للأهلي إن شاء الله. جنة قالت فوز الأهلي اتنين سفر. سمي قالت المباراة محسومة للأهلي. خالد قال إن شاء الله الأهلي اتنين سفر. تفاول كبير جدا في حياة. أحمد صبر قال تلاتة سلسية أهلوية نظيفة إن شاء الله. يعني هاخد تفاعلات أخرى سواء من تويتر أو فيسبوك. بس خلينا سريعا نروح لفاصل. وبعد الفاصل يطول الحديث عن السوبر المصري بين الأهلي وزنانك. استنونا بعد الفاصل. سوبر يا أستاذ أوسي. كيف ترى هذه المباراة؟ هذه المباراة سوبر. طبعا أهلي وزنانك أكيد. حتى لو شعلكت سوبر هي مباراة سوبر. دائما مباراة لأهلي وزنانك مباراة سوبر. لأنها بين كبيرين من كبار الكرة المصرية والأفريقية. مباراة بين فريقين. الفريقين مكتظين بالنجوم. أكيد. وده يعطينا أمل في مباراة قوية جدا تعبر عن الكرة المصرية إن شاء الله. مباراة مهمة جدا. فريقين يعني تقريبا من المباراة الليلة اللي كنت تلاقيهم مكتمل الصفوف. يعني تقريبا نفس الدور الأول في الدوري. فلو تفتكر المطش اللي أقيم في بركة المياه في المنطقة. للأسف شديد. كنا مؤهلين إن احنا نعمل مباراة كبيرة جدا بين الفريقين. أو الفريقين كانوا مؤهلين إن قدمونا كرة قدم حقيقية. لكن طبعا سوق أرضية الملعب حرمنا من نشوف مباراة كويسة. أنا شاف إن دي مباراة تكون مباراة مهمة جدا. مباراة قوية جدا. مباراة يعني مليئة بالدواف على الفريقين. سواء بالنسبة لنادي الأهلي. اللي معها جهاز فن جديد بقيادة تريني فيران. ولديه طموح كبير جدا لتحقيق البطولة دي. وأنا شاف إن هي بطولة مهمة جدا بالنسبة له هو شخصيا. لأنها جواز مروره إلى قلوب جماهير الأهلي. صحيح إن المباراة دي ليس هي الحكم الفيصل على فيران. وإحنا تفعنا إن الرجل محتاج من خمسة ستة مباراة سبعة تمانية. في الرينجي ده يعني إلى أن يعني يشوف اللعيبة ويعرف قدرات كل اللعيبة. هو الرجل اللي لم يلعب إلا مباراة واحدة أمام كانوا سبورت. بطل غيني الاستوائف في دور الأبطال. وإدري حاق فيها الفوز. طبعا أي أن كان مستوى المنافس سواء كان ضعيف أحمد فرجناش عليه الحقيقة ما نشوف ناشر الماتش. لكن في النهاية أن تبدأ بهذا الشكل فأعتقد النتيجة كويسة والبداية كويسة. وده يعطي ثقة كبيرة جدا في أنك أنت يعني ترتاح للمدرب وتتفائل أنه إن شاء الله يحقق حاجة جيدة بإذن الله. شايف أن الأهلي جاهز ومستعد لهذه المباراة. رغم أن المعلومات اللي وصلانا عنه أليلة جدا في تكاتم شيء جدا. ما تفرجناش طبع على الماتش وحاجة تفرج على الماتش. ميزا دي؟ أعتقد أني طبعا ميز. ولا مش شرط يعني تبقى. لا 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 هي ميزة الظروف هي اللي فرضتها يعني هي ميزة يعني بص يعني حكاية السرية والبداع بقى أمر صعب جدا في ظل الدنيا المفتوحة دلوقتي. لكن الظروف هي فرضت أن الماتش ميت زحش. خلص عادة جدا ما حدش تفرج عليك وحدش شافك. هي ميزة أكبر لإمن مدير فني جديد. أول مباراة لي. أيوان ما حدش فاهم الرجل يلعب إزاي. ما حدش فاهمه أدار المباراة من بداية المباراة اللعب بأي شكل بأي طريقة بأي لون حتى ما حدش كتب ولا حد ما فيش معلومات كافية بتقول الرجل ده بيفكر إزاي أو بيشتغل إزاي. فبالنسبة نادل زمالك الدنيا غمضة يعني. عكت مثلا متشو اللي تفرجنا عليه وشفناه في الكاس وشفناه في أفريقيا وشفناه في أربع خمس متشوت. فبالتالي يعني الدنيا باقي واضحة بالنسبة فالأمور العادية. ومع أنا عن ترافي أن مباراة أهل وزناك أي أن كان لها ظروفها وليها قواعيتها اللي بتحكمها وليها انفعالاتها ولها دوافعها. يعني مباراة أهل وزناك كثيرا تبقى خارج التوقعات يعني. ياما مباراة الناس توقعت ليها والنتيجة راحت عكس في اتجاه معاكس تماما يعني. نادل زمالك طبعا بيرغب أنه يحقق بطولة زي دوي ويفوز بالكاس السوبر بعد الكاس ومعاكم فودرالية. نادل أهلي طبعا لن يترك هذه الفرصة مهم جدا أن يحقق البطولة دي ليه الجمهور. ويمكن كان مباراة جمهور الأهلي كان عامل هاشتاج مهم جدا طلع ترند في تويتر فرحنا بالسوبر يا أهلي وإن شاء الله طبعا تكون فرحة كبيرة جدا. الله بإذن الله ربه بإذن الله طبعا في كل مكان أنا شاف أن فريق الأهلي فريق يعني أصبح فريق تقيل جدا فريق أو فريق. لديه العديد من العناصر القادرة على إحداث التغيير شفنا سمعنا ما شفناش إن صلاح محسن شارك في المباراة تقريبا شارك في الديا ستين وقدر يحرز هدف بعد الزروب الدياعتين. وأنا من وجهة نظري إن صلاح محسن يعتبر إحدى الحلول المهمة جدا للمشاكل اللي موجودة. لأهلي أعتقد ربما فيلر يعني وضع يدهو عليها في الفترة اللي موجود فيها لديها قناعة. طبعا اللعب مهم جدا هو صغير في السن وعنده حماس وعنده دوافع. هو جعان كرة عايزة يلعب. فمهم جدا. هل لعب منتخب مصر. ما فيهاش نقاش. هو بالمناسبة مصطفى محمد بلعب الزمالك. لعب مميز جدا أيضا. يعني فكورونا طلعت كده عماد متى وعمر زاكي. يعني أخيرا ممكن يبع عندنا ناس مهاجمين. يعني إحنا بنعاقب منتخب مصر لعب الساعة السنين ما عندوش مهاجمين. فمهم جدا إن يطلع لعب في الأهل يطلع لعب في الزباك يطلع لعب في اسماعيلي في المطر. لعب مصرحة المتخب. يبع عندنا عاشر وخمساشر مهاجم يختار بينهم المدير الفني. فدولة من اللعبة المهاجمين التي تطلع تسمعه. الحقيقة مصطفى حمد بلعب كويس ولعب مميز ولعب يمتلك قدرات بنانية وقدرات فنية عالية جدا. من العناصر الخطيرة جدا دلوقتي في الزباك. يكفي أن خمس مباريات لعبهم مع الزباك. مسجل خمس أهداف وده معدل تهديفي محترم جدا. ومن العناصر كلها دور كبير جدا في القمس. وصراح مقصين هدف مع الأهلي وهدف مع المتخب الولمي. بالضبط. نفس الحكاية من المطشين اللي أبهم كان الرجل بيهدف معهم قوتات ماتشات. عندك من الصفقات اللي موجودة اللي هيكون لها دور كبير جدا محمود متولف خط الدفاع. أعتقد من الناس مهمين جدا عندك ما أعتقدش خط الوسط الديفيندر يكون فيه تغيرات. الله أعلم يعني عندك كافشة من الناس الكويسة اللي بدأ الرجل اللي يعتمد عليها بشكل كبير جدا. فالأهلي فيه مجموعة من الكافات. طبعا غير المجموعة اللي موجودة الأسية كلها الشحات ورمضان صبحي. مروان محسن والعملاق الجوكر أحمد فاتحي موجود. كل دي دي أسماء كبيرة جدا علي معلول شناوي وراء في حراس المرمى. فالأهلي لديه فريق قوي قادر على تحقيق أمال جماهيره يعني. فأعتقد أنها تكون مبراحة قوية وليس سهلة لأي من الفريقين. مبراحة تبقى مهمة طبعا وصعبة جدا على الفرقتين. لكن بالتحديد عايزة أتكلم على العناصر اللي ممكن يعني تدي أفضلية شوية للأهل من وجهة نظرك. يعني أنا شايف من العناصر اللي ممكن تدي أفضل يعني ده عندك التلت الهجومي. اللي فيه رمضان الصبحي فيه أفشا فيه الشحات فيه أحمد الشيخ فيه صلاح محسن دولا هيكونوا من العناصر. مهمة عندك العنصر مهمة جدا وليد سليمان. طبعا وليد سليمان. ده ورقة مهمة جدا 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 هتكون بكلها تأثير ولو أجد استخدامها فالأكيد هيكون لها تأثير كبير جدا يعني. لو بصينا في نادي الزمالك هتلاقي فيه عنده يعني عناصر قوة كتيرة جدا موجودة في الفريق. طبعا فريق كتير وتقيل ومنظم. ضم مجموعة من اللعيبة الكويسة. شوفنا أشرف بن شرقي. شوفنا فرجين. أوناج موجود طبعا عندهم فرجين الساسي. عندهم شيكبالا بيستعيد الكثير من المستوى بيقدم مستوىات مميزة. بقى من العناصر الخطيرة جدا اللي بتقدر توصل أي حد للجنب سهولة. شوفنا مصطفى محمد برضو لعب مميز جدا ولعب ليه قدرات. عبدالله الجمعة موجود من اللعيبة الكويسين ومميزين. يعني فرقة فيها معاوات في حراسة المرمى. عالجوا حراسة المرمى. يعني فريتين متكافئين يا أستاذ. فريتين بدرجة كبيرة جدا. يعني بينهم مجموعة متخمين. أقول لك متخمين بالنجوم. واللعيبة اللي تقدر تصنع الفريق يعني. شوف الفريق الأكثر هدوءا واستقرارا هو اللي هيقدر يحسم المباراة الفريق. كمان اللي هيقدر يسجل أولا. مهم جدا. يعني من يسجل أولا سيستطيع أن يكون أكثر ثقة. أكثر هدونا. أكثر تنظيما. أكثر ضبطا لخطوط الخلفية والوسط الملعب. أعتقد أن ده يقدر يشتغل بشكل كويس جدا. أعتقد الفريق اللي ممكن يجي فيه جون ممكن يعمل له بعض المشاكل. وكانت الفرقة الكبيرة المفروض ما تتوترش من الأهداف اللي تهز الشباكة. لكن في لقاءة القمة تحديدا والأهل والزمالك. اللي العواطف والمشاعر بتتحكم فيها بدرجة كبيرة جدا. أعتقد أن الفريق اللي هيسجل مبكرا حيكون له فرصة كبيرة جدا أن يحسم المباراة. كيف طرها الحضورة الجماهيري لهذه المباراة بعد فترة غياب مباراة أهل والزمالك في مصر كانت من غير جماهير. بتشوف إزاي خمسة من هنا وخمسة من هنا وإن شاء الله يكونوا يعنيين. كنت تتمنى أن الحضورة الجماهيرة يكون أكبر من هذا. وخصوصا المباراة مقامة في برج العرب. اللي يستعم أكثر من خمسة وسبعين ألف متفرج. كان مهم جدا أن يكون فيه جمهور كبير موجود. يعني كنت تتمنى مثلا يكون فيه عشرين خمسة وعشرين من هنا ومن هنا يعني. فيبقى فيه عندك كربعين خمسة ألف موجودين. تبقى الدنيا كويسة لكن خمس تلاف وخمس تلاف يعني شيف بمشي يكونوا مباينين. لكن في نهاية الكل بيلتزم وينضبط بالتعليمات اللي موجودة. وأنا تمنى أن الجمهور يعود بكامل قوة. طبعا مهم جدا أن يكون فيه جمهور أهو أحسن مما ما فيش جمهور. أحسن من الثلاثين اللي كانوا في المطش الأخير. خمسة عشر. أحسن من الثلاثين اللي موجودين. اللي كانوا أكثر وضوحا في الملعب من اللعبة يعني. فطبعا مهم جدا أن الجمهور يكون موجود لأنه لا كورة بدون جمهور يعني. طبعا نتمنى إن شاء الله المباراة تخرج بالشكل اللائق في ذل حضور الجماهي. الرسالتك ليهم إيه يا أستاذوتي؟ للجماهي الرسالتك إيه؟ الحادية جدا طبعا اللي هو إن إحنا عايزين نرجع على الجمهور. بالضبط يعني بقول لك إن إحنا عايزين الجمهور يرجع. والمباراة دي متشافة بشكل كويس جدا. لذات الجمهور طبعا الانضباط، الالتزام، الروح الرياضية، عدم الخروج عن النص، عدم توجيه أي شتيم لأي شخص. لأن أعتقد داعيب كبير قوي إن إحنا نحدي وجه الشتيمة لأي حد يعني. فكام ده مرفوض تماما يعني. احترام المؤسسات، احترام الكائنات، احترام اللاعبين اللي موجودين في الملعب. شجع في رقيتك زي ما أنت عايز، اعمل زي ما أنت عايز، قول اللي أنت عايز، وقول اللي في نفسك طول الوقت. مش يبقى فيها أي مشكلة في الدنيا ده اللي مطلوم يعني. فمهم جدا. كمان في النقطة كان عايز اللي هو الحكم. أعم أنا لسا كنت أقول لحرارتك دلوقتي على موضوع الحكام، وعايزين نشيد وانحي لجنة الحكام في اتحاد المصر كورية القدم برئاسة الكابتن جمال غندور إن هو عارف يجيب حكم بهذا المستوى. حكم جايد سيفيهو محترم، مفيش مشكلة في كلام ده. يبقى بس إنه يبقى موفق في المباراة يا إما غير موفق، دي حاجة بقى حنشوفها. لكن في كل الأحوال أنت قدرت تجيب حكم أجنبي مصنف. آخر حكم مصنف جالنا مصر هنا كانت مباراة الزماليكو فيراميدز، لوكا روكي ده اللي هو جيل إيطالي. ده كان حكم كويس. فالحكم ده مميز جدا. كان يقول لأ أسماء سريعة سازقوسي وأخد تعليقك. فليكس بيرتش حكم للساحة، بيعاونوا كل من مارك بورش، وستيفان لوب دول الحكام المساعدين، حيث يكون حكم رابع مصري، من نسبة الحكم ده اللي حكم مباراة ليفربول ونافولي. أخيراً. ده حكم عنده 44 سنة، موليد 3 أغسط سنة 75. بدأ التحكم تقريباً عنده 29 سنة، وبدأ حكم دولي في 2007. حكم مميز قبل سنتين كان أفضل حكم في أوروبا. واحد من الحكام المعروفين على مستوى العالم الحكام المميزين، أدار نهاء دور الأبطال، اللي هو ماتش ريال مدريد، وليوفي لو تفتكر أربعة واحد في 2017، وأدار نهاء اليوروبا ليج، فبرضو 13-14، فحكم بيعتمد عليه في أعظم مباراة في أوروبا. وأعتقد أن شايفينه أقرب حاجة من 48 ساعة في ماتش ليفربول ونابولي، حكم مهم جداً، يعني ما حسناش به كتير جداً إلا في راكلة الجزاء، وكان عنده حق وكان مصر وكان واضح في قراره دون اللجوء للفار، أنه يحسيبها راكلة جزاء واضحة جداً، أنا شايفة مش راكلة جزاء بصراحة، المهم يعني الفار في الأخذ أقر، أقر ده واضح، كان واضح أن فيه إعاقة، لكن في النهاية لا تقبير، نتمنىك التوفير، أهم حاجة لكم موفق، بالضبط، يعني أعتقد أنه حكم مهم، وحكم متزن، وحكم ملتزن، وحكم منضبط متعب اليقة بدنية وفنية عالية جداً، ومهم جداً أنك تجيب حكام من هذا المستوى، لأن المفهود لما يجي حكم عندي، أنا أستفيد من حكام يتفرجوا عليه، مش أروح أجيب حكام المهزلة اللي كانت في السنة الماضية، كنت بتجيب حكام، يعني عندك حكام أفضل منهم بكتير جداً في مطر، سريعاً قبل مختم، أعيز أخذ توقعات بعض الجماهير أيضاً على فيسبوك، توقعات الممارات الأهلي الزمانية جداً، عادل شحاتة قال بإذن الله الأهلي 3-0، حسن عبدالله قال 3-1 للأهلي، حسين مرسله قال إن شاء الله الفوز للأهلي، محمد عنطر قال 2-0 للأهلي إن شاء الله، سيد سلم قال إن شاء الله خير يا رب بإذن الله، حسين طهة قال 4-1 إن شاء الله، محمود بدوي قال إن شاء الله 2-1 للأهلي، محمد رمضان أنا بشكرك جدا جدا على الكلام اللي أنت كتبه في حقه ده لكن في كل أحواله هو بيتمنى فوز الأهلي يعني أعين كانت النتيجة جهاد شعبان قال فوز الأهلي 2-0 كريم يوسف قال 2-0 الأهلي فيه ناس كتيرة جدا طبعا متوقعة ومتفقلة جدا فوز النادي الأهلي بإذن الله نتمنى كل التوفيق للفريق إن شاء الله في مباراة الغد توقعتك أخيرا كم كان صعب جدا لكن طبعا نتمنى فوز نتمنى فوز الأهلي طبعا في المباراة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ قوسي دائما بتمتع لما تكون معايا في الحلقة دائما موافقة يا رب إن شاء الله وإن شاء الله حلقت يوم السبت يكون حلقة مبهجة بالنسبة لك يا رب يا رب بإذن الله الحاجات دي بتمهمها بصراح دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا استنونا وحلقة جديدة يوم السبت بإذن الله تعالى نبارك فيها للنادي الأهلي بفوز ببطولة السوبر إلى اللقاء شكرا